انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله لتطوير الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها للمواطنين قام سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء يرافقه الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بزيارة تفقدية لمركز الاتصالات الشامل التابع للهيئة وذلك للاطلاع على سير العمل في هذا القسم الحيوي والمهم بالهيئة وفي بداية الزيارة اجتمع الوزير بكبار المسؤولين بالمركز واستمع إلى إجاز عن المركز وخطة العمل التطويرية وقد وجه الوزير بضرورة الرد على البكالمات بمزيد من الاحترافية وفي وقت قياسي ومتابعة البلغات لحين إنجازها الأمر الذي يعكس صورة إيجابية لجودة الخدمات التي تقدمها هيئة الكهرباء والبان بعدها قام الوزير والمسؤولون بالهيئة بجولة في أقسام المركز واستمعوا إلى شرح مفصل عن الأعمال التي يقوم بها المركز لكافة المشتركين بالمملكة وآلية الرد على الاتصالات والأنظمة الحديثة التي يستخدمها المركز والخدمات التي يقدمها كاستلام البلغات والاستفسار عن المعاملات واستلام قراءة العدادات من المشتركين والعديد من الخدمات الأخرى وخلال الجولة أشاد الوزير بما يقدمه مركز الاتصال الشامل من خدمات للمشتركين مشيدا بالدور الكبير والحيوي في التعامل مع المواطنين من حيث استلام البلغات عن الأعطال في الكهرباء والماء والتعامل معها من خلال تحويلها للأقسام المختصة وقال الوزير أن المركز قد استطاع أن يستوعب الرد في أقل من 20 ثانية على أكثر من 80% من الاتصالات في فترة الذروة وأضح الدكتور ميرزا أن ما تحقق من إنجازات ينطلق من التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة مؤكدا أن الوزارة لن تألو جهدا في سبيل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين توقيت لا يتوقيت للمواطنين اشتركوا في القناة